تحديات جمّة تلك التي تواجه حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أهمها ملف البصرة فالمياه هناك لم تعد صالحة للاستخدام البشري ولا حتى الحيواني والمواطن في البصرة كما غيره من العراقيين عاطل عن العمل ولا خدمة تتذكر هذا إضافة إلى ملف بابل ونفوق ملايين الأطنان من الأسماك ناهيك عن الفساد المالي والإداري المتراكم في جميع مفاصل الدولة محللون قالوا إن على عاتق رئيس الوزراء حمل ثقيل أهمه تعيين الوزراء المتبقين في كابينته في ظل وجود صراع بين الأحزاب والكتل السياسية داعين في الوقت نفسه إلى ضرورة تعاون السلطات الثلاث وسن تشريعات صارمة لمحاربة الفساد التحدي الأكبر على السيد عادل عبد المهدي معالجة الفساد المالي والإداري المتراكم في كل مفاصل المؤسسات العراقية ونعتقد هذا الموضوع يحتاج إلى تعاون بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وليس السيد عادل عبد المهدي يعني ليس السلطة التنفيذية وحدها نحتاج إلى تشريعات صارمة تحد وتحجم الفساد المال والإداري نحتاج إلى إجراءات قضائية سريعة ومستعجلة باتجاه هذا الملف ونحتاج إلى كشف من قبل السلطة التنفيذية لملف الفساد سواء للحكومات السابقة أو الحالية هذه الأمور مجتمعة إذا كانت حاطرة ومتعاونة نحتقد سوف نشهد فعلا تحجيم الفساد المالي والإداري وبالتالي نشهد تطور في الأداء الحكومي ينعكس إيجابا على المواطن العراقي آخرون توقعوا تجدد التظاهرات في البصرة وبعض مناطق الفرات الأوسط وهذا بالتالي يعد جرس انذار لرئيس الوزراء ليلتفت إلى المشكلات الكبيرة التي تعاني منها محافظات العراق في هذه المرحلة يتوقف على من الذي يستطيع أن يحرك الشارع البصري من الناحية العملية أن هناك تلويح بمظاهرات مليونية لكن في هذا الإطار يجب أن يكون هناك اتفاق ربما التعليق هو حالة صحية بلا ناحية العملية الديمقراطية ربما يدفع باتجاه تفعيل دور النواب المطالبة بحقوق أبناء البصرة ربما يكون أيضا هو بمثابة دعني أقول جرس انذار إلى الحكومة بضرورة التفاة إلى البصرة مبكرة سبق وانطرح رئيس الوزراء جملة من الحلول للأزمات التي تمر بها البصرة بشكل خاص والعراق بشكل عام تضمنت التسجيد على عدم التساهل مع المتلاعبين والمهملين الذين أوصلوا الأزمة في البلاد لهذه المستويات الخطيرة إضافة إلى ضرورة حل النزاع مع دول الجوار بشأن حصص المياه ارتفاع معدلات الفساد قد يكون أحد أهم العوائق التي سيواجهها رئيس الوزراء ونحن بانتظار اليد الحديدية التي ستدك رؤوس الفساد وبشدة للنهوض بالعراق من جديد